بعد ثناث سنوات على فرارها من حركة طالبان وتهديدات القتل التي طاردتها الشابة الأفغانية مانيزان تالاش تحمل أحلام بلدها إلى الأولمبياد في باريس تلاش البلغة من العمر 21 عاما الآن تعيش في مدريد وتتدرب ضمن فريق اللاجئين قبل سيطرة طالبان على أفغانستان كانت تعد الشابة الوحيدة التي تتدرب ضمن مجموعة على رقصة البريك دانس لكن الأمور تفاقمت بعد عام 2021 وأيقنت أنها لن تبقى على قيد الحياة هناك لتمارس شغفها إذا كنت في أفغانستان لن نعيش في مدريد لأنهم لا يريدون هذا المدريد الذي أفعله ويجب أن يكون مهلاً لأفغانستان لأفغانستان لن نعيش في مدريد حضري نشأ في الولايات المتحدة في فترة السبعينيات أضافته اللجنة الأولمبية الدولية إلى ألعاب باريس مؤخراً في محاولة لجذب جمهور أصغر سناً اشتركوا في القناة